توسيع حضور المجتمع المدني في المشهد العام يقتضي تعزيز دوره لأصبح بمثابة البناء التحتية للديمقراطية بما يتمشى احتياجات العصرة وهو المسعى الذي ينشده المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويحتفي باليوم الدولي للديمقراطية وهذا خلال اليوم الدراسية المنظمة اليوم تحت شعار دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مكاسب ورهانات ظهر الدور للمجتمع المدني في الدستور يحتاج الآن إلى أن نجد الوسائل التي نضع بها موضع التطبيق والتنفيذ هذه الآلية الهامة في الديمقراطية وهي تم أعلم لكم كين المجتمع وكين السلطات العامة الوسيط الذي بناتهم هذا هو مؤسسات مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يربط هو أيضا بين السلطات العامة وبين المجتمع المدني الذي يمثل المجتمع ككل